موسيقى قالت مصادر أمنية غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقف عن حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا منذ القمة الافتراضية التي عقدها مع نظره الأمريكي جو بايدن مطلع ديسمبر الجاري ونقلت روسيا مئات الدبابات وقطع المدفعية وحتى الصواريخ الباليستية القصيرة المدى من مناطق بعيدة مثل سيبيريا إلى حدود أوكرانيا وبحسب المخابرات الأمريكية فأن روسيا قد تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا بحلول نهاية يناير المقبل بما يقارب من مئة كتيبات تكتيكية تضم مئة وخمسة وسبعين ألف جندي